أم علي السلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلامة والبركاته أم علي تفضلي أيها حضرتك أنا والله أنا لها بنت مطلقة وهي عايشة معي بس عايز الصوت يعلم بس شوية لو سمحتي أيها حضرتك سلام عليكم وعليكم السلامة تفضلي حضرتك أنا لها بنت مطلقة وهي عايشة معي في البيت بنتك؟ أه نعم وهي لها ابن أنا اللي بربيه وأنا اللي برعاه ووالدها اللي هو جوزي هو اللي بيصرف عليه وكل حاجة وهي بتشتغل وربنا فتح عليها كويس هي بتدعي ان انا والدها عامل من عوامل من السبب ان هي اطلقت وده طبعا ما حصلش نعم ماشي فهي بتعملني انا والدها واخوتها اسوأ المعاملة نعم اسوأ المعاملة وبت يعني انا ست مريضة عندي تمانية واربعين سنة وبتدعي ان احنا اول حاجة بتعيرني بمرضي وبتدعي وبتدعينا وبتشتيني انا وابوها واخوتها يعني شتايم يعني ما تذكرش طيب سؤال حضرتك يا معالي يعني انا عايزة اعرف انا طبعا عارف اعقابها من ربنا انا عايزة اعرف اعقابها من ربنا وعايزة اعرف انا اعملها ازاي انا اولا براعي ابنها وبعمل ابنها يمكن اكتر ما كنت براعي ولادي هما في سنة حاضر حاضر انا عايزة اعرف انا اعملها ازاي وعقاب ربنا لها ايه حاضر طيب قولي يا معالي يعني هي ليه بتقول او عندها احساس ان انتو سبب في طلاقها او ان بيتها اتخرب وبعدت عن جزء. انتو ليه? ليه هي بتقول كده? حضرتك هو في الاول دخلت في مياه. يعني هي كانت وهي في بيت جزء استنجدت بينا وكده. واحنا بما اننا في ارياف. فطبعا ما بنت تستنجد باهلها وكده. اه كانوا حبسينها وضربينها. فبما اننا في ارياف اخدنا امامها وروحنا. اه. هي كانت عاملة كده فاكرا ان احنا هننجدها. يعني تعمل مشكلة كبيرة وهم هيركعوها. تمام. فهم اهل جزءها ما كانوش كده. ما كانوش كده حضرتك فهمها يا انا عندهم. طالما في مشاكل حصلت خلاص يبقى في انفصال. طبعا من اللي اعرفناها بعدين ان هي كانت بتعملهم مقش وما كانتش يعني كويسة معاهم. طب هرد على حضرتك يا معالي حاضر. اه انا انا بسأل حضرتك وبقولك هي لي بتقول كده? لان دايما لما بيحصل خلافات زوجية والقسر بتتدخل. احيانا بنقول كده يا معالي لازم على الاقل يبقى نصنا هائل ونصنا مجنون. لو اللي اتنين شدين مع بعض لازم طرف من اللي اتنين يهدى شوية. و انا دايما بقول في المشاكل دي يا جماعة بنتعامل بسياسة سيدنا معاوية رضي الله عنه. اه لو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. اذا شدوها ارخيتها. و اذا ارخوها شددتها. لما يحصل خلاف و احنا عايزين نستفيد من المداخلات اللي بتحصل معانا و احنا بنتكلم في ملف قضايا الاسرة كل يوم تلات. طب انا بنتي عندها مشكلة مع اهل زوجها. مشكلة مع زوجها و خدنا عمامها و روحنا. لازم نتعامل بالحكمة و بالعقل. مش لازم نسيب الشيطان يتدخل بنا لغاية ما نخرب البيت و نوقع البيت. النهاردة البنت بتقول لحضرتك الكلام ده ليه? لانها كانت جالها احساس بعد الانفصال و الطلاق ان اصرتي لو تدخلت بالحكمة و بالعقل و بالهدوء و شدنا شوية و رخينا شوية و حاولنا نحل الموضوع كان زمان بيتها ماشي و بيتها عايش و عايشة مع زوجها و ابنها. فعندها شعور ولازم حضرتك يا معالي تتحملي بنتك. هو طبعا اللي هي بتعمله غلط. و انها تعيرك بمرضك و بتعبك و انها يعني بتتطول عليك و على ابوها ده غلط. محدش يقول ان ده صح. لكن برضو عايزين نعذرها نفسيا في بيتها اللي اتخرب. لازم نتعامل معاها يعني معاملة ان هي دلوقتي في حالة غصبة عنها اللي بيحصل ده. تدريجيا الامور هتهدى وتدريجيا الدنيا هتستقر. فاحنا لازم نعذرها في كده وبعدين عملي ربنا فيها. عمليها ده غصبا عنها. لغاية ما الدنيا تستقر معاها و نفسيتها ترتاح ان شاء الله الموضوع آآ هينتهي.